اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هو تعريف الديفنيشن للتينيا كابيتيز تينيا كابيتيز اساسا اسمها كابيتيز جاء من الكاب لانها بتصيب السكالب ما هو تعريفها تعريفها هي عبارة عن يعني بتصيب وممكن كمان او الهير فوليكلز او بنسميها رينج وورم واحدة من البين كاراكترز انه لابد ان تكون على هيئة رينج وورم دي كاراكترستيك بالنسبة للتينيا بشكل عام اذا ما هي التينيا كابيتيز هي فانجل انفكشن بتيفكت السكالب سكن يعني فروة الرأس كمان وممكن تصيب الهير فوليكلز وكوزد باي درماتوفايت طيب ما هي الكوزز بالنسبة لها الدرماتوفايتس بالتأكيد اللي بتعمل التينيا كابيتيز قد تكون مايكوسبوريام كانس قد تكون ترايكوفايتون سبيشز ذا بالنسبة لها طبعا واحدة من الترايكوفايتون اللي بنسميها تونسيرانس ذي واحدة من الترايكوفايتون اللي ممكن تعمل التينيا كابيتيز هنا النقطة المهمة ان ما في ابدرموفايتون ما فيش إبادر مفايتون يصيب السقلب ويعمل تينية كابيتيز طيب المودوف ترانزميشن أول مودوف ترانزميشن اللي هو أنه في شيرينج للبرسونال تولز يعني واحد مصاب بتينية كابيتيز فعامل كاب جاء زميله أخذ الكاب منه حينعدي واحد يعني مصاب بتينية كابيتيز فأخذ المشط جاء واحد حينعدي وبينام على وسادة جاء شخص آخر ينام على نفس الوسادة كمان حينعدي بيستخدم منشفة جاء شخص آخر ومصاب جاء شخص آخر كمان حينعدي دي بنسميها طبعا اللي هي الأنثروبوفيليك من هيومن إلى هيومن النقطة الثانية اللي هي كونتاكت وثل انفكتد أنيمل اللي بنسميها زونتك لو أنيمل انفكتد واحد إنسان احتك بالأنيمل ممكن تحصل الإصابة النقطة الثالثة من السويلز الدرماتوفايتس أساسا موجودة كمان في السويلز فلو هي موجودة في السويلز كجيوفيليك أخذناها كونتاكت من السويلز ممكن تحدث الإصابة طيب كيف بتحدث الباثوجينيسيس؟ نقطة مهمة في الباثوجينيسيس إنه التينية كابيتيز يوجولي بتأفكت تشولدرن يعني ما فيش واحد كبير أو أدل تينصاب بالتينية كابيتيز خالص إلا إذا كان إمينو كومبرمايز ليش؟ لأنه في مادة اسمها سيبم السيبم دي لها سترونج أنتي فانجل فالسيبم دي بنسميها اندروجين ديبندنت يعني ما يحصلش طبعا هي بتطلع من الاسبيشيس جلان فما تطلعش السيبم دي إلا عند البلوغ الناس اللي اللي وذلك نسموها اندروجين ديبندنت فالطفل الصغير لسه ما فيش اندروجين ديبندنت وبالتالي ما فيش سيبم وبالتالي معرض إنه ينصاب بالتينية كابيتيز دي نقطة في منتهى الأهمية ولذلك ما نشوفش التينية كابيتيز إلا في الـ طيب كيف بتحدث الباثوجينيسي درماتوفايزة ما قلنا المايكو سبوريام أو ترايكوفايوتونز حيطلع دايجيستيف انزايم الدايجيستيف انزايم ذي من ضمنها الكيراتينيز حيعمل بنتريتينج للإبيديرميس وبالتالي حيوصل كمان للسكالب وكمان حيوصل للهير فوليكل وحيعمل دامج للهير فوليكل طبعا الآن لو ما يكون في هاي في وفي سبور والسبور طبعا بتكون غالبا اللي هي الأرثو كونيديا أو أرثو سبورز بتكون كالآتي بتعمل كفر للأوتسايد ذهير فإذا عملت كفر للأوتسايد ذهير نسميها إكتوثريكس وهنا ما معنىها معنىها أنها أصابت السكالب وبالتالي لو ما أصابت السكالب أصابت الشعرة أو بصيلة الشعرة من الخارج فنسميها إكتوثريكس كمان الهايفي عند السبورز اللي هي الأرثو كونيديا أو أرثو سبورز بتصيب الإنسايد ذهير شفت وبالتالي بتصيب الهير فوليكل ومن هنا نسميها إندوثريكس إنها السبورز هنا حتكون داخل 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 الهير إنسايد ذهير ولذلك يجو يقولنا ممكن الهير إنفكشن عندما تكون إكتوثريكس كوزد باي وات وعندما تكون إندوثريكس كوزد باي وات لما تكون إكتوثريكس غالبا بالمايكوسبوريام كانس المايكوسبوريام أودوني المايكوسبوريام منتاكروفايتس لما تكون إندوثريكس غالبا بترايكوفايتون في الليشيوم ترايكوفايتون ترانسيورانس ترايكوفايتون شلنياي طيب عاوزين نعرف الباترنز أوف هير ليجنز ايش من باترنز بيحصل في الهير ليجنز اللي اصابة الاسكالب اول امر اللي هي بنسميها سكالي باتش طيب وذي بنسميها دراي وايتش يعني عبارة عن زي ما انتم شايفين دراي ولونها ابيض وهنا بتكون الاصابة في الاسكالب وبالتالي لو ما تكون الاصابة الاسكالب بتكون اراوند الهير شفت وبالتالي الاسبور هتكون متجمعة هنا اكتوثريكس يعني حوالين بصيلة الشعرة وبالتالي هنا الاصابة بالتأكيد اراوند الهير شفت النوع الثاني يسموه البلاك دوت طايب وهنا ان المايكوسبوريام او الترايكوفايتون اللي هو الدرماتوفايت بتانفيد الهير وبالتالي لو ما تعمل انفيد الهير بتعمل شارب كاتينج لو ما تعمل شارب كاتينج خلاص تقتلع الشعرة من الجذر فيبان اللون الاسود اللي هو الجذر حتى الشعرة وذلك يسموها البلاك دوت طايب وهنا غالبا الترايكوفايتون هي اللي بتعملها هنا الاسبور لانها انفيد الهير الاسبور ستكون اندوثريكس طيب النوع الثالث يسموه كاريون والكاريون ذا غالبا بيكون من الزونتك وهنا فيه انفلاماتوري وفيه أبسس وفيه باينفول دا بالنسبة للكاريون وقل ما عدوش زي زمان الأشهر هم اللي حقيقة البلاك دوت والبلاك دوت واللي كمان اللي هو السكالي طيب النوع الرابع اللي هو فيفاس الفيفاس دا عبارة عن كراست ويسموه سكاتيولا سكاتيولا ولونه ممكن أصفر وغالبا دا كوزد باي ترايكوفايتون شلون يعيد طبعا ما عدوش موجود الآن نادرا ما حد يشوف عملية الفيفاس هنا نقطة مهمة جدا سكاتيولا سكاتيولا معناها مغرفة فيجي شكلها شكل مغرفة وفيها شعرة كذا حتي صورة ان شاء الله أوضحة هي زي ما انتم شايفين هاي شكل مغرفة وفيها شعرة دي سكاتيولا ولونها أصفر زي ما انتم شايفين سيلفر وغالبا كوزد باي ترايكوفايتون شلون يعيد طيب كيف نعمل دا في داياقونوسيس أول شيء الوودز لامب اكزامينيشن احنا اتفقنا ان الفطر بيعطي وميض فاحنا بنشوف الشخص اللي عنده التينية الكابيتيز نعرضه في غرفة مظلمة للألترافايلو تريز على الهير فحنشوف يولو جرين فلوريسنت هنا نقطة مهمة جدا اهو شايفين كيف الآن الفلوريسنت كيف لو معرضناه في الفلوريسنت في الصورة اللي تحت هنا في نقطة مهمة ما فيش فلوريسنت مع البلاك دوت ليش لانه الاسبور هنا انصايد ذا هير فبالتالي الفانجس هنا او الدرماتوفايتس ما هيش معرضة للألترافايلو تريز لانها داخل الهير فبالتالي ما نشاهدش فلوريسنت في حالة الاندوثريكس نعمل الان الروح زي ما قلنا نعمل بالستيرايل ونعمل على السلايد او نعمل ناخذ شعره ونحطها على السلايد بعد كده نروح نشوف زي ما اتفقنا من عشرة الى عشرين في المية وبنشوف زي ما انتم شايفين الهايفي كاركترستيك ونقول ده عنده اكيد هذا تينيا كابيتيز زي ما قلنا احنا بنواصل الكالشر على اساس نشوف الاسبيشيز لكن ذي كتشخيص that's enough وهو كافي زي ما انتم شايفين كيف الهايفي شكلها هنا مايسيليم طبعا هايفي فوق هايفي فوق هايفي لأصبحت مايسيليم هنا انتم شايفين هنا قضية الاكتوثريكس لو لاحظتم هنا نقطة مهمة جدا اللي هو قضية انه هذه الشعره والسبورز هي خارج الشعره فذي بنقول عليها اكتوثريكس وبالتالي بتكون في الاسكالي طايب الاندوثريكس زي ما انتم شايفين هنا شايفين السبورز كلها inside the hair فيسموها اندوثريكس ممكن يكون زي ما انتم شايفين هنا شايفين السبورز هنا خارج وداخل فنسميها اندوثريكس والاكتوثريكس طيب اللاب دا جنوس زي ما قلنا ممكن نعمل culture او نعمل cultivation في السبرود ديكستروز اقار 25 ديكري سنتجري لمدة سبوعين حنعمل identification colony morphology وقلنا ترايكوفايتون بتطلع بشكلها على السيرفس الكوتوني الى granular colony وذي غاربا كاركترستيك للترايكوفايتون من تاكروفايتس المايكوسبوريا زي ما قلنا بيكون white cotony والسيرفس وبينما يكون يلو قضية الخلاص الان طلعت الكولونيا عاوزين نعمل نشوف المايكوسبوريا فنروح نشوف مثلا ذي بنوع هنروح نعمل زراعة هتطلع white وكريمي هنروح نشوف في نفس الطبق حيطلع اليولو براون لو ما نروح نعمل اللوكتوفينول كوتن بلو هتطلع cluster micro canedia and macro canedia وحنشوف كمان كلا ميديو سبور ذي كاركترستيك الأكيد للترايكوفايتون من تاكروفايتس في مثال آخر ذي طبعا البلاك دوت زرعناها طلعت white to creamy ذا في السيرفس في الريفيرس طلعت ال wine color يولو براون to wine red طلعت هنا السبورز بالليكتوفينول كوتن بلو tear drop micro canedia أكيد ذي ترايكوفايتون ربرم هنا زي ما انتم شايفين قضية المايكو سبوريام اللوما أخذناها هنا طبعا واضح أن دي شكلها كاريون زرعناها طلعت هنا white colonies أو white cutney وهناك اليولو في الريفيرس ولوما عملنا الليكتوفينول كوتن بلو طلع سبين دلشيب بالتأكيد مايكو سبوريام كانس طبعا احنا ممكن زي ما قلنا نعمل و PCR أو DNA يعمل سبيشيز سبيسيفك السيرولوجي اتفقنا تماما أنها ما لهاش لزمة خالص لأنها يزلس على اعتبار الانفكشن سوبر فيشيال انفكشن التريتمنت بالنسبة للتينية كابيتيز الانفكشن ويستخدم المدة ستة أسابيع ليش لأنه هنا عشان يوصل العلاج يروح للدم ويروح يعمل للهير فوليكل فلابد أن يكون هنا أورال تريتمنت كنت معكم في موضوع التينية كابيتيز شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته